هل بقى حنقول كده برضو أخبارنا الحلوة خلصة النهاردة الأخبار الحمد لله كلها جميلة لأ معنا خبر تاني محترم جدا وكابتل محمود الخطيب بقى إن شاء الله النهاردة رئيس النادي حيعقد مؤتمر صحفي عشان يعلن عن كافة التفاصيل الخاصة بالمشروع التعليمي المشترك اللي حيكون بين النادي الأهلي والجامعة الأمريكية ده ضمن الدور المجتمعي إليه النادي وهو يعني سبق إن واشار إليه مجلس الإدارة فيه برنامج عائلة الأهلي بيحضر بقى المؤتمر أو بيحضر المؤتمر ده السيد ده فرانسيس هو رئيس جماعة الأمريكية وأكيد قيادات هتكون كتير جدا من الجامعة يعني المصريين سواء أو الأمريكيين على رأسهم دكتور إيهاب عبد الرحمن رئيس الجماعة الأكاديمي والدكتور شريف كامل عميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة لجانب كمان عضاء مجلس إدارة النادي على فكرة ده بروتوكول أو يعني كده إحنا بنتكلم في حاجة محترمة جدا مشروع محترم جدا أنت تتكلم عن الأهلي لما بيعقد مع أي جامعة وهنا بتحديدا جامعة الأمريكية ده يعني كيان كبير جدا ومحترم ومتميز في مصر وفي العالم كله وطبعا التفاصيل حنقول لحضراتك وأنا وكريم أكتر عن البرامج اللي حتتقدم ليه قد تصل كمان لماجستار ودكتوراه فأعتقد أن كده الأهلي ما يحسبش مجال يعني ما قدمش فيه حاجة فبجد شيء بجد يفرح أنت يعرف أن احنا تقريبا لو يعني لو هنجمع الأخبار المتعلقة بالدور المجتمعي بس يعني النقطة دي أو البند ده فقط المتعلقة بالنادي الأهلي ده هنعزين لنا كذا حلقة وربعة ومش هنطلع بره الموضوع يعني من كتر ما فعلا النادي الأهلي مجتمعيا فاعل وفعال وملموس اللي هو بيعمله ليه إنعكاسات إيجابية على المجتمع فكل مش بس بالنسبة لمنسوبي النادي الأهلي أو المحسوبين على النادي الأهلي أو حتى مشجعي كابتن محمود الخطيب هيعلن خلال المؤتمر عن إطلاق المشروع التعليمي المشترك بين الأهلي وجامعة الأمريكية متمثلة في كلية إدارة الأعمال واللي هتقوم بطرح البرامج التعليمية في مختلف التخصصات الإدارية والرياضية التعاون مع جامعة الأمريكية وهي بطبيعة الحال واحدة من أعرق الجامعات في مصر والشرق الأوسط بيهدف إلى رفع المستوى التثقيفي والتعليمي للكوادر الشبابية والمستقبلية على المستوى الإداري والرياضي والإعلامي وتأهلها بالشكل الاحترافي لمواكبة التطور اللي بتشهده الرياضة بشكل عام بعدما أصبحت صناعة ومجال استثماري كبير جدا بيلعب دول مؤثر في اقتصاد العديد من الدول وبذلك يكون الأهلي هو أول نادي في المنطقة العربية يطلق مشروعه التعليمي في الإدارة الرياضية ويتوكم مع كبريات الأندية العالمية زي طبعا ريال مدريد ومنشستر سيتي ويوفينتوس احنا مش هنتكلم كتير تعبنا من الإنجازات يا نهواني أنا فرهبت من الإنجازات الفترة الأخيرة خليني برضو أضيف هنا من المقرر أن يصير مشروع الأهلي والجامعة الأمريكية التعليمي على مراحل هنا متطورة لتحقيق كل الأهداف المرجوة منه حيبدأ ببرامج تعليمية والشهادات في الإدارة الرياضية مقترنة هنا بمعايشات عملية بقى للمتحقين مع إدارات النادي وبعد كده زي ما كنت بقول لحضراتكم ديبلوما أو ماجستير كمان وبيأتي هذا المشروع مرة تانية بنأكد تعليمي الضخم إمانا من النادي الأهلي والقناعات كمان يعني مسئولية بأهمية التعليم ودوره المؤثر في مواكبة كل التطورات العالمية وتقديم خدمات كمان متميزة لأبناءه وأعضاءه وجماهيره وموظفيه حاجة محترمة جدا كل التوفيق إن شاء الله ونوثق أنه هو هيكون يعني مشروع في غاية النجاح بإذن الله